تجربة أنك تكوني في بلد الحريات بلا حرية يعني أنا اتصلوا فيي في المطار المتضامنين وكانوا الصحفيين كلهم موجودين وحكيت اللي لازمين حكا أنه حاكموني حاكموا ثورتي وشعبي فيي وهذا انتقام وهذا ما ليش علاقة بحرية الإنسان وأنا قضيتي قضية كل الأحرار في العالم وفعلا من جنوب أفريقيا لفنزويلا لسوق تونس لما كله كان متضامن معي وقالوا لي قضيتك قضيتنا أنت لازلت هناك قضية مرفوعة في نعم وصلت للاتحاد الأوروبي لأنه مش من حقهم يلغوا الفيزا أنا فرنسا أصلا بقولوا لي تعالي بروحش لكن أنا حقي أنا روحت عكل أوروبا وعملت ندوات ومحاضرات وهم لغوا لك الفيزا الشيك لغوها آه شكرا